أنا لأدري ماذا تريد نحن لم ندخل في مسنقع كذا والحمد لله ولكن أين نحن من التعليق أو الدفاع عن شرعة الله ودين البلد والرد على الكفار والمنافقين فيما يفترون عن الإسلام وأين نحن نشر أن هذه دولة مسلمة لا تحكم إلا بالإسلام ونتبنى هذا الموقف والبذل من أجله ثم أما بعد ماذا تريد أين نحن قل لي إن تعوزي السؤال هذا ماذا يقصد به ماذا يقصد بذلك السؤال طب نعمل إيه بقى طب إحنا يعني إيه البدائل قل لي بدي يعني يعمل لي كده اختيار ممتعدد قل لي واحد اتنين ثلاثة وخلينا أخطر واحد نعمل إيه ولا إيه ولا إيه ولا إيه نطلع مظاهرات طيب آدى بديل البديل الثاني جهد إيه ده صائل إيه وبتاعة إيه ودا في الصائل ده جهاد ولا إيه المسألة ده الجهاد حاجة ودا في الصائل حاجة تانية يعني لو حرامي فط البيت وعاوز يزرقك يا أبو أنس ياخد جوزين حمام وبعدها نزوق إيه توقع من فوق دور الخامس نزل مات ده جهاد ده طيب طيب والتالت الصبر الصبر طيب وإيه كمان حملاتي يا أم الشيخ حملات دعوية الله المستعد هو العلماء يعني هو الناس التانية فتنحى دوتك يعني العمل هو ده جهد طيب وطريق طيب سكولات المنهة جزاية أكيد حصل بدا بكل زمان مستيزاني أو أجب مستيزاني العلماء طيب هو لو زوجوا الناس حتى الناس تتريز بيه فإحنا ممكن نشتغل الناس أبا أنس أبا أنس أبا أنس منهجنا واضح وثابت لم يتغير ولم ينحرف مع الأنواء والعواصف التي يعني ترنحت يعني الجبال وسببها فإحنا موقفنا ثابت منهجنا في كلمتين اتنين بس الإصلاح والنصيحة وهذا الكلام قلته كثيرا الإصلاح والنصيحة الإصلاح في العقيدة وفي الفهم وفي الأخلاق وفي العمل أي انحراف في الاعتقاد أو الفهم أو الأخلاق أو العمل أي انحراف ولو صغير نعمل إيه ننصح هذا منهجنا وهذا منهج الأنبياء ولك أن تقرأ القرآن كلهم من ألفيه إلى يائه من أوله لمنتهى سيقفك ربك عز وجل على هذا المنهج دون زيادة أو نقصة وبالتالي نحن من أجل ذلك المنهج منهج تأصيلا وتنظيرا ودعوة وتثبيتا ونشرا ونصرا نفعل ذلك حزبة لله لا نريد جزاءا ولا شكورا لا منصبا ولا جاها ولا شرفا ولا ثناءا ولا شيئا من أحد هذا منهجنا وهذا المنهج لم نبنيه من لبنات أفكارنا ومن أجزاء آرائنا وإنما هو مأخوذ من منهج الأنبياء ده منهج الأنبياء وهو منهج النبي صلى الله عليه وسلم بس فقط هذا الأمر سيحتاج إلى أجيال وأجيال وقلت كثيرا بأن ما نحن فيه الآن من تخلف وانكسار وهوان وذل وضعف وفقر ومرض هذا الأمر ليس حصيلة حكم فلان أو علان ولكن هذه محصلة قرون مضت منذ عهد المماليك إلى الآن مرورا بعهد العثمانيين وعهد الدولة الخذوية ثم بعد ذلك بعهد الدولة الناصرية ثم بعهد الدولة الساداتية ثم المباركية ثم ما نحن فيه ده عهود ما يقرب من تلتمية وخمسين سنة أو ربمية سنة إذن نحن الحصاد المر لمئات السنين من التخبط والتخلف والجهل والرجعية والتقليد والتعصب الأعمى فحتى نغير هذه الوضعية المتأزمة هذا الأمر يحتاج إلى جهود المخلصين أجيالا وأجيالا استطعنا خلال الخمسين سنة الماضية الخمسين سنة الماضية أو الستين والسبعين سنة الماضية أن نحرك شيئا في الأمة وأن نغير أمورا كثيرة في الأمة ولكن أحرقنا كل شيء بأيدينا لم يتبقى مما بنيناه إلا الأطلال نريد الآن أن نجمعها لنعيد البناء من جديد لا لكي نعيش فيها ولكن لتأتي الأجيال الصائدة لتكمل هذا البناء وبالتالي مسائل الخبط والرع كل يوم عسكرة أتل أو زبطة أتل أو كمين انضارب واللي يعملوا الكلام ده يضوار الجاري يخبط خبطه ويجري الله ده جهاد في سبيل الله أين الجهاد في سبيل الله ونسمي ذلك الغزوة غزوة يعني غزوة من وما الذي كسبته ما هي الأسلاب والغنائم ده مسألة صعبة جدا هذه مسألة غير صحيحة وغير سديدة هل الحل بالمظاهرات المظاهرات تفريغ للطاقات الموجودة عند الإنسان الإنسان شائل أنه هو مقصر ومش عارف يعمل حاجة أهوة ينزل يقول له بقين ينزل بقى يجي بعد ساعتين عرقان عرق وملا واذب حكت في المظاهرات وعادنا نهتف من بعد الصلاة الجمعة لغة العصر بسم الله وبعدين ثم ثم أما بعد ولا أي حاجة اهتف وشد حيالك والجدعا كان قبل كده ينزلوا يطخوهم ويضربوهم ويوتوهم لا للسراتيجات الموجودة سيبوهم يفرغوا شحنتهم ويرجعوا تاني المساكين الظنين بقى إن ده يعتبر انتصار طالما إن ما فيش تصدي ولا فيه هناك احتكاكات يبدأ انتصار لإيه؟ للشرعي أعجب شيء وأنا كنت أتوقع هذا الأمر إن الهيئة بتاعت الدفاع عن الشرعية والشريعة والكلام ده كله عمل ومبادر إن احنا عاوزين نعمل حوار مع الجيش والشرطة والأحزاب المدنية وغير المدنية بوض المدنية وغير المدنية ومش شرط نرجع مرسي ممكن نحنا إيه؟ نخلف جنب كده ونعمل حوار من أجل مصلحة البلد يا سبحان الله يا سبحان الله وهذه الدماء التي سُفِكت وهذه الدماء التي سُفِكت من أجل ماذا؟ من أجل الشرعية ثم هذا المزج الشديد بين الشرعية والشريعة ما هذا؟ يعني الله المستعان إبا خيار الجهاد كما يقال ليس هذا الجهاد لأن الجهاد لابد أن تكون له أحكام لابد من وجود يعني تحيز لابد من وجود جيش لابد من وجود إمارة لابد من تكفير هؤلاء القوم تكفيراً واضحاً ولذلك هؤلاء القوم يريدون استكمال هذه الأشياء بطريقتهم يقول إحنا جيش بيت المقدس حبينا جيش طيب فين الجيش ده؟ أين ذلك الجيش؟ ولنا إمارة طيب الأمير مين؟ مثلاً أبو محمد العلاء مثلاً الله المستعان فلا يعني هذا الطريق لا يمال إليه وهو مخالف لما ينبغي أن يكون وتكلمت في بعض دروسي لمناقشة أو في مناقشة هذا الأمر مسألة الانتخابات والمظاهرات أيضاً تكلمت في هذه المسألة كثيرة لا يبقى أمامنا إلا طريق الأنبياء فلنصبر عليه ولنتواصى به وبإذن الله تعالى العاقبة لمن اتقى أين في جيد خلق القرآن الخلافة والناس من الجيش كما في هذه الخلافة فلعنى مهما من المعوش الشاعر وصالوا ضده أو مرهادهم ومنهم من سبك على مرهاده ومنهم من مفتك فما كانش الخيار قدامه قدام العماء إنهم يفرض رأيهم من القوم لذلك الصبر من الجعب جزاك الله خيراً مسألة المظاهرات هذه يعني شيء محدث يعني لم يظهر إلا بعد الثورة الفرنسية لا يعني مهما خروش ضد الخليفة يعني مش شكو بصر الله حديث يعني مهما خروش ما ننمعوش حديث نعم مهما خروش ضد الخليفة واسخطوه ومعاينهم مسأل خليفة لا صبروا ومنهم من خمسوا ومنهم من عدد ومنهم من فرع ولينا بس ما كانش خيار القوة وخيار الخيار أحسنت هذا كلام جيد